صباح الخير مرة جديدة لكم مشاهدينا رح نتابع معكم أكيد موضوعنا التالي رح يكون اليوم مع الأسيس دكتور إدغار ترابلسي مثل ما قال إلي عن الجايزة الوطنية للمطالعة مع الربحين بهالجايزة الأسبوع الماضي حكينا عن الموضوع وهيكي ذكرنا بشكل عام وقلنا مبروك للربحين الربحين معنا اليوم رح نحكي أكتر معهم أسيس دكتور إدغار ترابلسي أهلا وسهلا فيك رح كمان نعرف بالمرتبة الأولى الزميلة رندلة جبور يلي حضرتك أكيد صحفية وأستاذة جامعية ونلت الجائزة الأولى بنا نقلك ألف مبروك على فئة القراءة باللغة العربية وكمان خلينا نقول زميلة إلنا بالأم تيفي مصور حضرتك شادي ليس كمان نلت الجائزة الثانية رح نحكي عنها الموضوع كان مكتاب قريته قدي المطالعة كانت مهمة بالنسبة لكم وقدي يمكن حققته من وراء المطالعة يلي صار لكم سنين سنين هيك بتقرؤ عدل غنى الفكري اللي حققته كمان نلت الجائزة أستاذ خلينا بالبداية معك نرجع نطرح الموضوع مثل الأسبوع الماضي خبرنا كيف طلعت الفكرة قدي أهمية المطالعة حتى تطلعوا بهك فكرة والجائزة كمان الواحد تحتيني لها شو كان لازم يعمل من سنتين ونص تعينت اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافي الجديد الحالي اللي أنا فيها فمنروح لأول اجتماع ونتعرف على بعض كيف فيه الأستاذ عمر حلبلب مدير عام وزارة الثقافي موجود وعم بقدم تقرير عملته الإنسكو الألكسو العربية عن حال الكراءة والكتب والمطالعة في العالم العربي أنا عم بسمعه هالني ما سمعت خفت كتير وجدت أنه 11 سطر فقط بيقرأ الإنسان العربي بالسنة يعني إنسان عربي معدل الوسطي على كل العرب بيقرأ بس ربع صفحة بالوقت اللي الأوروبي بيقرأ 8 كتب الأميركاني بيقرأ 11 كتاب بالسنة عم بالسنة كيف معد بها الباصات بهالترينات اللي يناعم بيقرؤ نحن هون لا نقرأ هلأ قطعنا أول سنة قالوا بنا نبلش نعمل احتفالات لعام 65 عيد الناس كل 65 بلبنان قدموا أفكار شو في عندكم برامج أنا بقدم هالاكتراح أنه ينعمل جائزة الوطنية للمطالعة لغير الطلاب يعني مش وحد تلميذ عم بيقرأ كتاب ويجي يقدم فيه وليل عمره فوق 25 سنة نالت استحسان الأعضاء كلهم والمكتب التنفيذي وتصوت عليها ونقبليت أطلقت من سنة من هالمحطة ومن محطات أخرى وصرنا نشجع الناس اللي يجلوا يسجلوا وبعدنا كان إطلاق الجائزة أو إعلان النتائج بـ 29 شهر يعني الأسبوع الماضي أوكي هلأ بنحكي أكتر ريندا لأزبنا نحكي معك كصحفية الإعلامي عادة مفروض يقرأ بس مش كله بيقرأ هيدا معروفة أستاذة جامعية كمان لازم نقرأ بس مش كله بيقرأ لأنه كله بيقرأ بالدمان يلي هو خاص فيه حتى يعلمه أكتر ما هو كتب مطالعة وغيرها من أمور ليه قررت تشتركه أدى بتحسن المطالعة كتير أساسية بمهمتك يلي هي الصحافة وبه مهمتك كمان كأستاذة جامعية هو سبب المشاركة جزء منه أنه إعلامية حتى أقول للناس أنه عن جد في تزاوج فضيع بين الإعلام وبين القراءة لأن الإعلام الذي لا يقرأ طيب ما أنت شريكة بصناعة الرأي العام كيف بتصنع رأي عام إذا أنت ما عندك باكراوند ما عندك وسائل أقناع ما عندك مسلحة بكل الأفكار اللي لازم تكونها مسلحة فيها فهناك تزاوج كتير كبير بين القراءة والإعلام وهذا أحد أسباب يعني ها هو رسالة للإعلاميين إذا بدك لحتى قللهم لا لازم نرجع نقرأ ولازم نشيلها البصمة السطحية والإنجرار السياسي فقط عن الإعلاميين تاني سبب لأقول أنه الاستثمار بالمطالعة كمان بيربح بمطرح معين مش فقط الاستثمار بغير إشياء وثالث سبب لحتى زيد واحد العدد المشتركين حتى ما نكون كتير قلال اللي عم يشتركوا ويقولوا أنه بعد فيه بلبنان الناس بالطالع كم كتابة قريتك؟ نحنا طلب منا الأعلى فئة هي خمس كتب فقريت خمس كتب كانوا من اختيارنا نحنا من نقيهم وقدمنا فيهم ملخصات مكتوبة بالأول بعدين اللي تصفوا من كل الموجودين تصفها تماني من اللي تماني عملنا جيري أورال فكان فيه لجنة لها التحكيم وانسألنا أسئلة شفاهية وتجاوبنا عليها ومن وقتها صارت تصفية نهائية بالشهر كم كتاب بتلحقي؟ أنا أجمالا بقرأ مينموم بالكتاب أربع خمس كتوب بالشهر أربع خمس كتوب واو يعني أنت عم بتزديلنا كم سطر على هالأسطور يلي خبرنا عنها الدكتور تانكي بدنا نقولي أكيد شادي لما نحكي عن المصور بيكون أكتر فيجول يعني بيحب الصورة أكتر بيحب هيكي القصص يلي هي بتبعد عن الثيوري وتروح على الأشياء البراتيك أكتر فبالنسبة لإلك المطالعة قدي هي أساسية وقدي كمان مزاجة ما بين مهنتك كمصور بحاجة دايما تكون فوكس وعم بتفكر بالصورة نظرك هو الأهم من أنه تكون يمكن فكمطالع كيف كانت المشاركة؟ بالحقيقة أهم شيء هدف الإنسان أنه يحقق ذاته ويرتقي ويكون سامي فالمطالعة كانت أساسة بحياتي والخبرة الأساسية والأجمل اللي اختبرتها بعدين المطالعة كان إلا هدف ودور أساسي بحياتي مشان قادر اكتشف الحقائق بها الحياة ونحنا كبشر لازم نكون نعرف وننفتح ونتطور ونعرف كل شيء أي نوع قراءات تبتلك؟ بالحقيقة الكتب الأدبية والكتب الفلسفية والأشياء التاريخية عن أي عمر بلجت تقرأ؟ بلجت بالمراهقة يعني بعمر 16 سنة تقريباً طولت؟ كمطالع طولت لأن عادة الزهار المطالعة الجدية يعني ما لي علاقة أبداً بالدراسة والمدرسة كانت الهواية وكانت إلى جانب الدراسة والمدرسة وكمان إلى جانب الشغل والأولوية بحياتي هي المطالعة ومش ممكن يوم اليوم يدري تركها رح تضل كل حياتي بالمطالعة يعني إذا شفناك قاعد بالطيارة الكتاب بإيدك دايماً بالطيارة فقط أجنبي على الأهوية بس لو شكلك قال على الأرصفة بالأهوية وين ما كانت؟ خاي هذه هي اللي بدنا نعلمها لأولادنا ما سألتك ريندا لأي عمر بلجت تطالعي؟ أنا بلشت من أنا وكتير صغيرة بس كمان يعني بلشنا بالكتب اللي منفهمها نحن وصغار بس تعرفي كنت بيا عنده مكتبة كبيرة بالبيت فكنت دايماً أحمل الكتاب وأقرأ مع أنه مش عم بفهم شيء وسير قول يا ريت أنا عم بفهم اللي عم بقرأ فمن أنا وصغيرة فكنت أحمل كتب يعني التقيلة سعيد عقل والكتب الفلسفية الكتب السياسية بوقتها بس ما كنت أفهم بس أنه أنا عم بقرأ يعني فهيك بلشت اللزة أسيس فكرة المطالعة كيف بدنا نزرعها بولادنا أنه يبلشوا عن عمر صغير تنغير شو 11 سطر يعني ما بدنا إيها ما منقبلع حالنا عم نحكي عالم عربي ولا بس لبنان عم نحكي عالم عربي لبنان وضعه جيد ومن أفضل الدول بالعالم العربي لازم نقوله الشيء المشاهدين رح يتشجعوا بس نحن يعني كمان عم نرجع لورا هلأ في دور للأهل كتير كبير بزرع حب المطالعة وحب الكتاب بالأولاد من هنو صغار يكون الكتاب بين إيدان فهموا ولا ما فهموا أنا إذا بتسمحي لي بقدم اختباري شخصي بالمطالعة أنا ما كنت بالمطالعة بس ما طولت لسرط كنت كل سنة أطلع بإجزاماد وبساج بالإملة العربية وبالديكتالي فرنسيوي كلنا هاي ولا مرة الضبط تنعي وبي ينقهر كتير يبعت ورا وتكون كيف هيكي بقى فيه هناك مرة بسرت فيك على عيد الميلاد قال لي هاي دي آخر لعبي بجيب لكيها أنا زعلت كتير أنه شو آخر لعبي ما بقى رح جيب لي هذيها من بلا رح جيب لك هذيها بس من غير نوع وبلش كل عيد ميلاد وعيد كبير وصيف يجيب لي كتب يقريني إياهون ويلخصني إياهون يعمل لي منهم قملة ابكي امقهر بقيتش سنتين على هالمنوال يعني الكتاب عدو مفروض علي غصب عنك غصب عني هلا أسن كام تاني تكميلي ما عدت أصرف قرش بلا طعمي جمعون تأشتري كتب وبعدين أدمنت عليهم هيدا فيروس محبب إذا دخل على حياة الإنسان رائع جدا فأنا بكراءة بيلذي ومنني طوعيا من صف السنكام بس من السيرتفيكة مفروضة علي وهلا ما بقى فيني أتخلى عن الكتاب هون إذا بدنا نعطي نصايح للولاد المبطال أو للأهل دايما بنقوا أنه عم بجرب قدمة فيي ومش عم تزبط معي وفي كتير أهالي بيجبروا ولادهم يعني هذا الكتاب بدك تخلصه بهالأسبوع فيك تعطينا نصيحة ريندا هل أنت أتيك خلقانة ببيئة مثقفة في عندك اللايبراري موجودة بالبيت أكيد الولاد يكون عنده هاللايبراري يبدو يكون أنه عنده هالحس أنت عم بتاخذي هالإمج بالبيت فبشكل عام شو فيك تعطي نصايح للأهل أنا بعطي نصيحة أنه ما تجبروا الولاد على الكتاب معين يعني شوفوا هو شو بيحب شو عنده ميول يعني هال بيحب الرسم بيحب البيكنيك بيحب الضهرات بيحب المشاوية جيبوا له كتاب بيلبق مع هالشي اللي بيحبه يعني إذا جبنا قصة ولد مثلا كتير بيحب السفر أو بيسمع بالطيارة منجب له قصة عن السفر عن الطيارة نصيحة كتير حلوة منجيب كتاب اللي تتطابق مع هواية الشخص يعني أنا تلميزة بقولولي مش عم نقدر نقرأ بقول له نقرؤ اللي أنتوا بتحبوه ما تجبرو حالكن أنه والله هاتلا نقرأ كتاب إعلام أو كتاب سياسي أو كتاب تاريخ لأنه وقت واحد يديق خلقه بالكتاب حياته ما بقى يمسك كتاب فمشان هيك لازم نجيب الكتاب اللي يستهوينا واللي بيلبق مع هواية تاني عنا إياها مية بالمية ولغة كمان هون بتلعب دوله كتير كبير يعني إذا بترتاح أكتر باللغة الفرنسية أو الإنجليزية أو العربية شادي إذا بنا نحكي عن الكتب اللي قريطة إحنا بنعرف كل كتاب واحد بيقرأ بتغير له أفاقه بتغير له تفكيره بتحسسه إنه صار إنسان غير شو هو الكتاب يلي بتحس إنه بتقرأ وبتضلك تقرأ لو شو ما قريت وهيك بيأثر فيك وبيغيرك الحقيقة كل كتب مهمة وكل كتاب لازم نعطيه حقه ولازم نعطيه قيمته من الوقت والتقدير وإلى آخره كل كتب مهمة بالمطلق يعني بس الكتاب المؤدس هو الكتاب الأساسي بحياته الإنجيل هو يلاحظها لكل حياة إقرية اللي أثر فيه وحولنا لإنسان آخر ويلي خليني أخلق من جديد وخليني يصير زلمة أساسة فيما نعتبر الكتاب المؤدس نوع من قراءات يعني في كتير أشخاص ما خصون يمكن بديان المسيحية بحبوا يقروا الكتاب المقدس تحتى ياخدوا نوع من معلومات عامة تحتى يكون في عنده نساء أفتة يعرفوا الآخر مين هو وفي الشخص يلي هو خصوا بديانته بيطالع كل يوم بيقرأ كل يوم بيتعرف أكتر يمكن على أمور كتير من خلال الكتاب المؤدس وين منحطه بأي خانة الكتاب المؤدس كتاب المؤدس فينا نحطه بخانة الكتب كلها ككراءة هل أنا قناعتي لقال المسيح الرب ليس بالخبز وحده وياحيى الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فهم الله فالكتاب مؤدس كلمة حياة بس الناس ما بيقروا المسيحيين ما بيقروا الكتاب المقدس المسلمين ما بيقروا الكتاب المقدس بالوقت لأنهم يحبون أن نقرأ القرآن أنا قريت القرآن على البرفي ورجعت خط كوراين بالجامعة في الإسلاميات فأنا بدي أشجع لكل أنهم يقروا الإنفتاح حلو والكتاب المقدس اللي بيقرأه بيعرف أنه فيه كلمة حياة وأنا بشجع على الكراءة هلأ في ناس ما بيقروا شيء إلا الكتاب المقدس برافو عليكم على القليلة عم تقروا كتاب جيد جدا الكتاب إلهي كتاب غير شكل فنحن بدنا نشجع على كراءته هذا بحد ذاته بده تجيع في رجال دين ما بيقروا كتاب مقدس بدنا نشجع على كراءته أضف للكراءة بشكل عام رح نشوف صور كمان أكيد من خلال الجائزة الوطنية للمطالعة وكيف كانت المشاركة مين كان الجوري؟ كانت لجنة الحكم ألف من الرئيس الدكتور هنري عويت يلي هو نائب رئيس الجامعة اليسوعية رئيس الونسكو بلبنان رئيس مؤسسة الفكرة العربي الأمين العامي الدكتورة زهيدة درويش الشاعرة كلوديا شمعون دكتورة كلوديا شمعون أبي نادر والدكتور يوسف عاصي وأنا ومعنى أمينة السر الأستاذي كاتيا إبراهيم هذا معالي الوزير والأمين العامي بافتتاح الاحتفال بحب أقول أنه كان الوزير جابليون وقت لي أقرت الجائزة وهلأ الوزير أريد أن أطلق النتائج الأربع اللي على اليمين هن الفائزين في عنا بين رندلة وشادي إيزابال فخوري يلي هي الجائزة الأولى للغات الأجنبية وعننا السيدة النجوة اليحية الجائزة الثالثة كانت باللغة العربية آآ كان باللغة العربية هلأ نحن ما كدنا حقين لغات أجنبية كان في ثلاثة بدون يكونوا رابحين بس لما أجت الكراءات بالأجنبية كتير قوية طرينا نستحديث جائزة أولى أخرى بالأجنب وطلعت من نصيب إيزابال فخوري القراءات باللغة العربية كانت أكتر؟ القراءات باللغة العربية كانت أكتر هاي هي اللجنة الفاحصة دكتور يوسف عاصي الدكتورة زهيدة درويش معالي الوزيرة عريجي منه باللجنة الفاحص بس هو راعي الجائزة والاحتفال الدكتور هاري عويت والدكتورة كلوديا أبنادر وأنا مش مبين هون أكيد شادي كمان هون إذا بدنا نحكي عن النقاط الأساسية اللي أخدتوها بعين الاعتبار تحت تربحوا الشخص أو لا شو كانت المعايير؟ أخدنا خليلون شي هولي المشاركين يلي إجوا في ناس ما إجوا على الاحتفال لأسباب متنوعة كل المشاركين طلعوا لهم شهادات تنويه وهدايا عينية كتب الفائزين الأربع طلعوا لهم جوائز مالية وشهادات خاصة والأربع اللي إجوا وراهن يلي كانت الفرق على السفر فاصلي بالعلمات كمان طلعوا لهم هدايا خاصة فهولي كل الحياة رائعين المعايير أول شي بده تكون الكراءة تدقت ما بعد التسجيل بالجائزة يعني مش واحد قاري شي سابقا كيف كنت تعرفوا الشغلين؟ بده يجيبون ويسجل وأكيد عامل الثقة ولكن كان فيه إشياء بتخلينا نعرف مثلا اختصاصه شو عامل تاريخ الكتاب فيه كتير إشياء بده يقرأ يقدم تلخيص فيه شي من التحليل والكراءة التفاعلية بده يحط الكلمات المفاتيح والجمل المفاتيح وبده يتناقش فكان فيه هالإشياء كان فيه عندنا خوف من السرقة الأدبية أو حدا يكون عامل الفرد لحدا فيه معنى ناس اختصاصيين والحقيقة الأشخاص الجورية اللي كانوا لجنة حكم هني من كبار الأسادزي كلهم بروفسورية بالحقيقة بالجامعات بيقدروا يعرفوا فطمننا أنه ما فيه سرقة أدبية وبعدين الانترفيو الشخصي كان مهم جدا طبيعي والعامل السئة صحيح ريندالا خبرين عن الكتب اللي اخترتها كتير بعيدة عن الصحافة كتير بعيدة عن الأمور اللي بالدرسية بعيدة وقريبة بذات الوقت يعني منا تتعاطب الإعلام بشكل مباشر كمهنة ولكن تتعاطب القضايا الكبيرة اللي اليوم الإعلام عم بيعالجها يعني مثلا أخذت شي عن سجن جوانتانمو شهدات حيات من داخل السجن دايما منسمع بسجن جوانتانمو اليوم طلع وفي ظلم وما في ظلم وفي عدالة وما في عدالة فقريت هيدا الكتاب قريت كتاب آخر عن حياة بن لادن بلسان زوجته الأولى وابنه كمان يعني نحنا اليوم بعصر التطرف الإسلامي إذا فينا نقول والإرهاب فهيدا قضية تعنينا وقت تفوت من خلال الكتاب على حيات أولئي الأشخاص بتصير تفهمي هيدا القضايا المطروحة بالإعلام أكتر قريت عن ريجينا سنيفر تجربتها بالحرب اللبنانية ألقيت السلاح كمان بعتقد لأنه نحنا على بواب مرحلة لازم ننتبه أنه ما نرجع نحمله هيدا السلاح فكمان كان مهم وضروري خصوصا أنه نحنا محاطين وين مكان بالسلاح هودا اللي حاضرين بزهن قريت كمان كتاب عن اسمه زوجة بحار لكاتب أردن اسمه إبراهيم البحش ولكن يتناول قصة حياة لبنانية حقيقية اسمها سوزي الخوري من جزين جنوب لبنان وبيخبر عن تجربتها خلال الحرب الإسرائيلية على لبنان والاحتلال الإسرائيلي على لبنان يعني هيدا كلها قضايا نحنا عايشين أو منسمع فيها أو إلا علاقة مرتبطة بشي معين نحنا عم نعيشه ولكن مش مباشرة تدخل بالآلام شو أكتر كتاب ترجعي لو ممكن تقري أكتر من مرة وتنصحي فيه المشاهدين اللي عم بيحدارون أنا بنصح المشاهدين يقروا إنه بن لادن لجين ساسن لأنه بيضوع على زوايا بعدها كتير غامضة بحياة المتطرفين بحياة الجامعات الإسلامية المتطرفة اللي اليوم كتير متواجدة بحياتنا وعم بتشكل خطر علينا عزيزي شادي بما أنه بتقرأ فلسفة وعندك قراءات بالشعر كشي مرة جربت تكتوب؟ الحقيقة بعت برحالي كارئ وبدأ يعني منصور رحباني مرة قال مع كل عشر سنين كراءة تقدر اكتب مسرحية فعنا لو هلأ تصاروا عشر سنين يعني لازم بلش حاول اكتب بس بتصور بعد بدي كتير وقت تبلش اكتب ممكن يعني الفكرة وردية بتحس عندك هيك أمور مسلا تمرق بذهنك يعني بشبه قولة تصار إتجار الكتابة هي فايد الكراءة رح أوصل لوقت معين ويبلش الفايد يظهر بس بعد بكير كتير بالنهاية كمان بدأ طلب منك تنصح المشاهدين بقراءة معينة إذا بتحرق بالحرق بالحقيقة بطلب من الأشخاص يقروا الكتب اللي علاقة بالتنمية البشرية وتطوير الزات وخاصة الجيل التالت اللي هو جيلنا الجديد في شي اسمه معين؟ بالحقيقة ما في اسم معين لا كلهم مهمين وكل كتاب لازم نعطيه قيمته وحقه طبعا في كتب تجارية حيث تبقى موجودة بالواجهات يلي بتلفت المرة على الأرصفة طبعا هيده كتب يعني أوكي حلوة وهيك هيده كتب بيستعملوها بالإعلام لما تسألهم شو أخير كتاب قريتو سأقولونا كده السيكرة هيده كتاب على أساس هو أنه هيده جبران خليل جبران أي كتب لخيال أنه حيال لكتب خلص المهم نقرأ مثلا على سيرة جبران خليل جبران كان من الشروط بالمسابقة أنه ممنوع يكون في كتب دينية مثل كتب الأبراج والأخير لعدة أسباب مختلفة يعني تم يكون شخص متخصص بالإله فاخترت كتاب يسوع بن الإنسان لجبران خليل جبران وقلت لهم هيده كتاب أدبي محدا فيه يمنعني عنه وفت فيه عزيز أسيس بدنا أكيد نرجع مرة جديدة نقول ألف مبروك لرندلة بالفعل نحن عم نفتخر أنه عنا أساتزة جامعية لو أساتزة جامعية يكون عندهم هالسقافة الكبيرة وصحفية لازم يقروا مثل ما ذكرت من الأول يمكن لأنك صحفية لأنك أعلمية اخترت أنه تكون بها المسابقة نحن منقلك يعطيك ألف عافية إن شاء الله لكتار هيك يكونوا مثلك وتكون قدوة لغيريك وشادي بنفس الوقت بدأي لك يعطيك ألف عافية كشاب لبناني كمان نحن بهمنا حتى المواضيع اللي عم بتناقية شغلة كتير أساسية من قللك مبروك المرتبة الثانية أسيس رح خليك تختم أنت هيدا اللقاء ونتدعي المشاهدين إذا حابين يشارك أكيد بدي أقول مبروك لإزابال فخوري اللي طلعت الأولى باللغات الأجنبية وهي طالبة أو باحثة في علم الأحياء وللسيدة نجوة اليحية اللي هي ناظرة ما بتعلم ناظرة بثنوية الحريري في صيدا كانوا رائعين جدا وكمان الأربع اللي إجوا وراهم كانوا كلهم ممتازين بدي يشجع على الكراءة والناس اللي بيقروا اللي بيبيوتهم بيحبوا الكراءة السيدات ورجال ويمكن متقاعدين ولا عاملين هلأ معظم اللي يشتركوا هنين عاملين ما بعفلش ما أجينا ناس كبار كتير بالسن أكتر شي كان في 55 سنة أو 60 ماكسيمون يجو يشاركوا بالجائزة الثانية الرائم هو 01749105 749105 مكتب الأونسكو بيروت السيدكاتيا إبراهيم وينقوا الكتب البيريدوة ويستعلموا أول ما نفتح البيب للتسجيل يجو يسجلوا المسابقة حلوة وتعطي كتير دعم معنوي للقارئ أنا دايما بقول نحن نكرم الكتاب وهيضا حق علينا الكتاب نكرمون ولكن الكتاب عم بيكتبوا لمين للقراء لازم نكرم القراء يلي بسببهم تكتب الكتب نحن نشكركم مرة جديدة مبروك وإلك كمان أساسي أعطيك ألف عافية على الأفكار كمان إن شاء الله المشاركة تكون كتير كبيرة لسن تجي إن شاء الله نحكي أكتر عن هالموضوع أهلا بكم مشاهدينا بريك صغير ومن الرجل شكرا